حوثة ايران يتربصون الدوائر بمعرب مخطط جديد مدفوع بهوس الميليشيا ومن ورائها ايران لاستثمار ملف غزة من اجل مساومة الدول الغربية على تسهيل احتلال مصادر النفط والغاز للميليشيا الايرانية وقد لما يجري تداوله في اوساط سياسية هذه الايام تحركات محمومة عبر تعزيزات وتحشيدات في مغامرة جديدة تؤكد الاوساط العسكرية في الجيش الوطني والمقاومة ان التصعيد الحوثي وتحركات الميليشيا الحوثية لا ترهب احدا وستلقى مصير ايرلو اجتياحه الذي لم تتعافى منه الميليشيا حتى يومنا وجدت الميليشيا فرصتها في احداث غزة في اعادة ترويج اكاذبها وتسويقها في مناطق سيطرتها للتحشيد نحو غزوة اخرى او غزوات ضد مأرب وبيحان بغية تضليل واستياد مزيد من المغربهم وتجنيدهم نحو الجبهات تحركاتها الراهنة عزاه البعض الى سعيها نحو السيطرة على انبوب النفط والغاز وكان موقع شيبا انتلجنس المعني بالشؤون الاستخباراتية اشار في الايام الماضية ان تصعيد الحوثيين هو من اجل السيطرة على انبوب النفط والغاز اشارات فسرها سياسيون يمنيون في تناولات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بان الهدف هو انبوب الغاز الممتد من صافر في مأرب الى ميناء بالحاف شبوة بالاضافة الى انبوب النفطي اخر من حقل جنات في شبوة الى ميناء بيرعالي في شبوة يتحدث هؤلاء ان تصعيد الميليشيا الخوفية نحو بيحان كون السيطرة على المديرية يعني قطع وصول الغاز والنفط الى موانئ الحكومة وفرض شروطهم لتقاسم الموارد الموقفة منذ استهداف الميليشيا للموانئ اليمنية وجهة نظر اخرى تعتبر التحركات الحوثية في اكثر من محور بالجوفي وبيحان انما يستهدف مدينة مأرب نفسها وينظر بعودة اشتعال حرب وجودية تتوافق مع ارادة غالبية الشعب اليمني الذي يتوافق للخلاص من الميليشيا الحوثية العنصرية نتيجة فضائعها وجرائمها بحق اليمني واليمنيين وتمزيقها للبلاد والتشريد ملايين اليمنيين خلال السنوات التسعى الماضية